بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نذكر مسألة مهمة عن الطهارة والصلاة وهي أننا سمعنا ممن يخرجون من بيوتهم نهارا للعمل أو للدراسة وغير ذلك فيحتاجون إلى استخدام الحمامات العامة فيقعون في الشك ويزعمون أنه ربما أصاب ثيابهم رشاش البول أو الماء النجس فبناء على هذا الشك يتركون صلاة الظهر أو الظهر والعصر معا في أيام الشتاء ويصلون ما فاتهم من الصلاة بعد الرجوع إلى البيت ففي هذه المسألة ينبغي أن نعرف أولا أنه لا يتنجس شيء بناء على الشك فلا يجوز ترك الصلاة في مثل هذه الحالة وثانيا ولو غلب على ظن أحد أنه قد أصاب ثيابه بول أو ماء نجس فإذا كان مقدار البول والنجاس لم يتجاوز عن خمس سنتيمتر فهذا المقدار من النجاس السائلة معفو عنه أي يجوز الصلاة مع وجود هذه النجاس السائلة ما لم تتجاوز عن خمس سنتيمتر ترجمة نانسي قنقر